من الساحل الغربي إلى شبوة انتقلت قوات عسكرية من ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات بذرعة تحرير المديريات التي سقطت بيد ميليشيا الحوثي في المحافظة خطوة جاءت بعد يومين من إقالة رئيس الجمهورية محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الذي ظل عائقاً أمام تحقيق الإمارات أطماعها في المحافظة وتعيين آخر موالاً لأبو ظبي منذ عامين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً والقوات التابعة له يسعى للسيطرة على محافظة شبوة حتى أنه حارب في العام 2019 من أجل البقاء فيها لكنه اليوم يحصل عليها بقرار رئاسي تمثل محافظة شبوة أهمية قصوى بالنسبة للإمارات التي تستخدم منشأة بالحاف منذ العام 2017 كثكنة عسكرية وسجن لكل المعارضين لتواجدها ضاربة بكل الدعوات الرسمية والشعبية لانسحابها عرض الحائط يرى مراقبون أن من بيده محافظة شبوة يحكم سيطرته على القرار السياسي ولهذا يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استغلال نفط شبوة لتمويل إدارته المستقبلية في المحافظات الجنوبية سلمت الحكومة الشرعية محافظة شبوة لأبو ظبي والمجلس الانتقالي التابع لها على طبق من ذهب ليبقى السؤال هنا كيف سينعكس وصول ألوية العمالقة التابعة للإمارات على الجبهة العسكرية في شبوة وهي التي ظلت في الساحل الغربي دون أن تحرره منذ أعوام